المعتادة اللي هو اسمه التفارات التفارات هي تغير مفاجئ تعريف التفارات هي تغير مفاجئ في طبيعة في طبيعة العوامل الوراثية المتحكمة في صفات معينة مما قد ينتج عنه مما قد ينتج عنه تعيير هذه الصفات في الكائن الحي يعني مثلا كل الأفراد بتطلع من التناسل مثلا كلهم بسود فنلاقي واحد أبيض في النص فبدأ يعتبر طفرة بالنسبة ليهم مثلا يعني كان فأسباب أو كلهم عندهم بني ويطلع واحد عينه مثلا خطر يبا ده برضو اعتبر طفرة فحصل تغير فدي التفارات فالطفرات هي تغير مفاجئ في طبيعة العوامل الوراثية المتحكمة في صفات معينة مما ينتج عنه تغير هذه الصفة على الكائن الحي يعني بنلاقي التغير اللي حصل في الطفرة ظهر على الكائن الحي خارجي نقدر نشوفه أسباب